السلام عليكم متابعي دراما صفورت لما توقعت فوز منتخب ايران على منتخبنا في كتير ناس زعلوا كيف عم تتوقع فوز منتخب ايران رغم انك حكيت عن غيابات المنتخب الايراني رغم انك حكيت عن عدة امور تتعلق بسلبيات المنتخب الايراني لكن بالمجمل حكينا بان المنطق بيقول بين منتخب ايران عنده لعيبة جيدين عنده مدرب جيد ما في تشكيلة فيها محسوبيات ما في تشكيلة فيها واسطات على عكس منتخبنا ومدرب منتخبنا اللي بظن يعني خلص انتهت المرحلة مع الكابتن نيزار محروس وان شاء الله نخلص من موضوع التحجج لا حوله ولا قوته الا بالله اكيد رح يطلع وممكن يقول كمان قدمنا مباراة كبيرة قدام المنتخب الايراني وحجمنا المنتخب الايراني لا تستغرب اذا طلع الكابتن نيزار محروس بهذا التصخيح على العموم نتيجة 3-0 منطقية جدا اول ما شفنا التشكيلة استغربنا يعني اكيد في استغراب شديد انت عم بتشوف احمد الاشقر اللاعب اللي كان اسوأ تقييم بالمباراة الماضية عم بيشارك بشكل اساسي عمره جنيات اللي اساسا ما لعب بكل مباريات التصفيات ولا مباراة لا اساسي ولا حتى كبديل عم بيلعب بشكل اساسي النا ماشي كل الامور متاحة للمدرب بالنهاية خيارات المدرب لكن اذا بتخسر او اذا ما بتقدم شي بكرة القدم فبالتالي اكيد رح تتعرض للانتقاد على خياراتك طبعا الخيارات اساسا هي خيارات تتعلق بافكار المدرب بين اللاعب الواسطة او اللاعب صاحب المحسوبية او اللاعب القريب مني شخصيا رح يقدي افضل من اللاعب البعيد عني او اللي انا ما بحبه لأسباب شخصية لأسباب نفسية لأسباب اي شي بالدكي لذلك كان واضح للعيان بين تشكيلة نزار محروس هي رد على الاعلاميين على الجمهور على كل الناس بين انا المدرب وانا فهمان شو عم بعمل طريقة تشكيلة انتحارية اذا فاز رح يسرعنا اذا فاز بالمباراة على ايران طبعا هذا الشي غير متوقع لكن يعني اذا خدموا الحظ وفاز على منتخب ايران رح يسرع الجمهور السوري بين انتوا ما كنتوا بتعرفوا اللي انا بعرفوا تشكيلة انتحارية طريقة انتحارية على حساب مين؟ على حساب الجمهور على حساب مين؟ على حساب المنتخب السوري أنا بدي ألعب لحتى أفرض شخصيتي على الإعلام وعلى الجمهور وأنا المدرب المتحكم يعني بصراحة عقلية ما لا علاقة بالكتشنة ولا علاقة بشخص كان محبب لدى الناس ولدى الجمهور ويتولى بشي يوم من الأيام تدريب المنتخب بس بالشي اللي عملوا الحمد لله خلاص يعني تجربة رح بعد خمس سنوات وبعد ست سنوات إذا انطرح اسم الكابتن نيزار محروس رح نتذكر هاليوم رح نحكي عن هذا اليوم المنتخب السوري عم بيعري عدد كبير من المدربين ممكن عم نستفيد من هالخسارات عرفنا شخصية المدرب وممكن اختلفت الشخصية من الـ 2011 إلى الآن كان سابقا بيلعب بالتشكيل الأفضل بالتشكيل اللي بتخدمه بالتشكيل اللي بتفوز حاليا عم بيلعب بالتشكيل اللي رح نحكي عنه لاعب لاعب وشو قدمه بالمباراة دائما لما بنحكي بان اللاعب اللي بيخدمك بالتشكيله أفضل من اللاعب اللي انت بتحبه كشخص واضح جدا اختيارات نزار محروس اختيارات انا بحب عمر ميداني شيء تماء بيت رح يلعب عمر ميداني انا مصر على عمر ميداني رح يلعب اساسي وحتى لو ما كان عم بيلعب مع اي نادي رح يلعب اساسي انا مصر على احمد الاشقر انا مصر على محمد العنز انا مصر على هذا اللاعب انا مصر على خالد كردغلي انا مصر تواجد ثائر كرومة بخط الدفاع وليس بخط وسط الارتكاز اخطاء واضحة جدا حتى حكينا بالتشكيل المتوقع ثائر كرومة بيلعب بخط وسط الارتكاز سعد احمد بيلعب بالدفاع ليش عم تستغني عن سعد احمد بهاي المباراة ما فهمت السبب يعني فقط كاسرار لدخول احمد الاشقر بالمباراة احمد الاشقر ما ادى احمد الاشقر كان سيء بالمباراة ومحمد عنس كمان ممكن من ناحية التمريرات كاحصائيات جيد لكن ولا تدخل ناجح عملوا لا احمد الاشقر ولا محمد عنس بالمباراة ولا تدخل ناجح يعني نحن عن شو عم نحكي لا استفدنا من لاعبي خط الوسط بيئة ضغط العالي انه عملوا ضغط عالي ولما منلعب بدفاع المنطقة ما استفدنا منهم بالحالة الدفاعية ما عملوا اي تدخل ناجح يعني المدرب عم بيشوف مباراة اخرى غير لي عم بنشوفها وخلونا نبدأ بتشكيلة المنتخب طبعا المنتخب دخل بتشكيلة على الوراء هي خمسة اتنين اتنين واحد بخط الدفاع قلوب الدفاع ثائر كرومة عمر ميداني ومؤيد الخولي ظهير اليمين عمر جنيات ظهير اليسار خالد كردغلي خط وسط الارتكاز محمد عنز واحمد الاشقر على الجهة اليسرى فهد اليوسف الجهة اليمنى محمود المواس وبالمقدمة عمر السومة اما بيئة الملعب فكانت الخطة مغايرة جدا لعب المدرب بطريقة اربعة اربعة واحد واحد بخط الدفاع ثائر كرومة عمر ميداني ظهير اليمين مؤيد الخولي ظهير اليسار خالد كردغلي بخط الوسط محمد عنز واحمد الاشقر فهد اليوسف بالجهة اليسرى عمر جنيات بالجهة اليمنى محمود المواس امامهم وعمر السومة كمان بيئة المقدمة هاي التشكيلة سواء انت يعني كمدرب شايفها صحيحة او خاطئة بناء التشكيلة بتحتاج للاعبين متفاهمين لاعبين جيدين من بداية المباراة لما استحوز المنتخب الايراني ونحن بنعرف المنتخب الايراني رح يستحوز على الكرة هذا الشي بديهي جدا وحكينا والف مرة حكينا ببناء الهجمة منتخب ايران بطيء جدا بطيء جدا وبالفعل كان بطيء جدا بالاستحواز يعني كان عم بيدور الكرة لكن منتخبنا كان قادر على العودة للخلف لكن الفارق بين منتخب ايران ومنتخبنا لاعب المنتخب الايراني لما بتجي الكرة يعرف لمن رح يمرر نحن كل مباراة بتشكيلة وكل مباراة بلاعب شكل وكل مباراة بوضعية سيئة فاللاعب لما بيستلم الكرة ما بتعرف لمن رح يمرر بيفكر مليون تفكير لحتى يمرر تمريره وحدة صحيحة وهذا الشي اكيد رح يضر اي منتخب لانك انت لا بنيت تشكيلة ولا عملت انسجام ولا سبتت تشكيلة وبالنهاية انت يعني كلاعبين عمر جنيات بعيد كل البعد عن مباراة المنتخب احمد الاشقر واضح جدا وسيء واضح جدا خالد كردغلي انت بالشوط التاني رح نحكي عن الشوط التاني لكن عم نحكي هلا حاليا عن الشوط الاول انت ماشي مع المنتخب الايراني بهدوء بريتم بطيء وقالنا ان المنتخب الايراني بيلعب على الاستحواز والريتم البطيء ماشي طبيعي جدا اخطأ عمر السومة بتمريره طبعا عمر السومة كان من اسوأ مباريات عمر السومة بتاريخه مع المنتخب مباراة سيئة جدا اخطأ بالتمريره كرة طويلة من لاعب المنتخب الايراني لسردار ازمون وسجل الهدف طيب الهدف اللي يسجلوا سردار ازمون مين بيتحمل مسؤوليته بالبداية عمر السومة لكن المدافع عمر ميداني اللي انت مصرن ويلعب اساسي عمر ميداني بالتمركز اللي عملوا منع التسلل لسردار ازمون ما لازم تكون انت على خط واحد مع سردار ازمون ولا لازم تكون خلف سردار ازمون لازم دائما تكون امام سردار ازمون مع ثائر كرومة على نفس الخط يعني امور بديهية جدا بشو عم بيفكر اللاعب قدامك فقط سردار ازمون لاعب واحد بهجوم المنتخب الايراني انت فائد بهجمة مرتدة لاعبة منتخبنا رايحين لمناطق المنتخب الايراني بكرة طويلة كسرت لتلاعيبة بسبب عمر ميداني الهدف بيتحملوا اكيد بالبداية عمر السومة لكن الهدف اللي سجلوا سردار ازمون كل المسئولية على عمر ميداني يعني يا جماعة ارحمونا وكمان يعني بدنا نحكي شغلة اخرى اللاعب الايراني بالمباراة زكي جدا شاف المنتخب السوري سيئ بالكرات الطويلة لشو بدي استحوز استحوات سلبي وبطق من الريتم بلعب على الكرات الطويلة بستغل ضعف تمركز منتخب سوريا اسكياء منضبطين واسكياء بالملعب نحن لاعبتنا بعد الهدف فورا الكرات الطويلة تمركز المدافعين سيئ والامور سهلة جدا للمنتخب الايراني الامور سهلة جدا ركلة الجزاء واضحة شو عم يعمل عمر السومة بهاي المنطقة الله اعلم من اسوأ مباريات عمر السومة من اسوأ مباريات عمر السومة يعني انت كابتن المنتخب بعد الهدف الاول حتى بعد الهدف التاني فوت باجواء المباراة لا تمريره صحيحة لا لعب صحيح لا فتح مساحة بشكل جيد ولا يعني بعيد كل البعد بعيد كل البعد كمان انتهى الشوط الاول ما عمل منتخبنا غير تزديد محمود المواس كمان ما انا من جملة تكتيكية او طريقة هجومية او استحواز وبناء هجمة ونحن عم نلعب اخطاء وهيك دربك ومحمود المواس سددها بالعارضة انتهى الشوط الاول ونحن ما فهمنا شي من الشوط الاول سوى بان منتخبنا لا دفاع لا هجوم لا خط وسط لا تدخل ناجح لا لاعبين ولا اي شي ولا تشكيلة ولا مدرب دخل المدرب بالشوط التاني بتبديلات منطقية دخول محمد ريحانية ودخول محمود البحر ما فيك تقول بان محمد ريحانية ومحمود البحر ما قدموا مستوى جيد على الاقل محمود البحر انظلم راحل على الجناح اليمين وكان عم بيقدي عم بيحاول يعمل تحركات ونفس الشي محمد ريحانية لكن رغم هالشي انت متأخر بنتيجة 2-0 وعامل تبديلات بصراحة غريبة جدا نعم عمره جنيات لازم يطلع بالشوط التاني بينما خالد كردغلي انت محتاج لهدفين بيطلع خالد كردغلي وبيكون مكانه فهد اليوسف الامور يعني بتصير غير منطقية هون شو استفدنا من احمد الاشقر بخط الوسط المدرب مصر على احمد الاشقر شو استفدت انت كمدرب من احمد الاشقر شو استفدت جمهور ما عم بيقدي ما عم بيعطي شي يا جماعة اساسيات كرة القدم اساسيات كرة القدم ليش مصرين دايما تكونوا عكس التيار لحتى يعني تفرجونا بان نحن بنفهم اكتر من كل الناس يا عمي والله ما بتفهموا والله ما بتفهموا اذا كانت التشكيلة على اساس المحسوبيات والواسطات واذا ما كانت التشكيلة على اساس الواسطات والمحسوبيات فعلى اساس العاطفة اللاعب اللي انت بتحبه على اساس العاطفة ما بيخدمك يا عمي يعني لا عمر ميداني ولا احمد الاشقر ولا محمد عنز ولا عمر جنيات ولا خالد كردغلي ولا أي لاعب من اللاعبين إذا أشركت اللاعب على أساس العاطفة كمان ما بفيد أنت اليوم عم بتدرب منتخب طبعا اليوم عم نحكي لأن بكرة ما بتوقع يستمر المدرب على هذا الشي اللي عم بيقدمه طبعا ما رح أحكي شي عن الهدف الثالث اللي صار يعني هدف نفس الطريقة نفس الأمر عمر ميداني كمان تسبب بالهدف الثالث ما كسر التسلل ما منع التسلل وبالتالي تسجل هدف بمنتخبنا بعد ما أخذ كلها عيبة الدفاع على الفي لعب منتخب إيران بالنهاية نحن عم نحكي عن أمور بصراحة صعب جدا صعب جدا تتفهم شو كان بده المدرب من المباراة صعب جدا تتفهم الكابتن يزار محروس مع احترامي خيبة أمل كبيرة يعني خيبة نظلنا يعني بصراحة بنحكيها يعني جرحنا أتلنا اللي بدك إياه اللي بدك إياه حرام 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 الشي اللي عم بيعملوا الكابتن نيزار والشي اللي عملوا الكابتن نيزار لأن مستحيل يعملوا بالمرات القادمة مستحيل يستمر بهذا الوضع بس المشكلة للأسف هلا نحن بنعرف مين مجهزين مكان نيزار محروس على كل حال يعني أي مدربة بيجي إذا بيشتغل بهذه الطريقة وبلا عاطفة أنا والله ما بحب محمود البحر لأن في ناس بيحبوا محمود البحر في ناس بيضغطوا لمشاركة محمود البحر اللي إعلام حابين محمود البحر فما لازم يلعب محمود البحر محمود ريحانية ما عنده الجمهور اللي عم بيطالب فيه فما لازم يلعب محمود ريحانية ليش ما بتلعب بمحمود ريحانية بتشكيله الأساسية ببداية المباراة ما كان أفضل من أحمد الأشقر ومحمد عنز لا بدك تجبر الجمهور أنك أنت مدرب وفهمان شو طلع معك شو استفدت يعني شو استفدت من الشي اللي عملته كمدرب صراحة ما في شي حكى عنه بمنتخب سوريا بالوقت الحالي لأنك أنت عم بتشوف أشباه لاعبين إذا كابتن المنتخب عمر السومة عم بيأدي هذا المستوى فلا عتب على بقية اللاعبين إذا كابتن المنتخب عمر السومة اللي معتمدين عليه بيخطى الهجوم بيرجع لك بخطى الدفاع بيعملك ركل الجزاء وأنت أساسا يعني بعد تسجيل الهدف الأول ما بتعرف كيف ممكن ترجع للمباراة فالهدف الثاني ركل الجزاء يعني بصراحة نحن في شي اسمه مدرب ناجح مدرب في دير المنظومة بأي طريقة كانت مع الكابتن نيزار محروس ما فينا نقول منحوس ما فينا نقول لا لا على العكس تماما أنا ضد هاي الفكرة تماما بأن المدرب ما عنده الحظ أو أليه الحظ هو مدرب ما عم بيخاف الله بالمنتخب بحكيها بكل صراحة ما عم بيخاف الله بالمنتخب عم بيهتم لأهوائه لمشاعره لعاطفته أنا بدي أحكي مع هذا اللاعب بدي أقنعه بأنه يلعب بشكل جيد وأكيد ما رح يخيب لي ظني كرة القدم اللي أنت عم تحكيها واللي أنت عم بتفكر فيها كابتن نيزار انقرضت قبل عشرين سنة الساتك قديم لازم تعمل تحديث جديد ما في شي اسمه وأنا بدي أحكي مع اللاعب الغير جيد والغير كفق وأقنعه بأنه هو لاعب جيد ما في شي ما في هيك شي اللاعب الغير جيد هو غير جيد اللاعب الغير مفيد هو غير مفيد ما فيك تقنعه لللاعب أنه يصير مفيد فهمها لحتى تفيدك بالتجارب القادمة إذا دربت شي نادي كل مدرب عواطلي أي مدرب وطني أنتو عم تحكوا عنه ليش ما عم تاخدوه للأنذية ليش ما عم تاخدوه للأنذية عم بتجيبوه للمنتخب خدوا لناديك إذا معجب بأي مدرب وطني من هالمدربين ارحموا المنتخب من هيك مدربين من أشباه مدربين ما في شي نحكى يعني التعليقات مفتوحة اليوم ما فيني رد على التعليقات لأن بصراحة ما في شي نحكى اللي بده يحكي الكلام اللي بده إياه إن شاء الله يكون بعيد يعني شوية عن الشتم لا تشتموا يا شباب حاولوا قدر الإمكان تكون التعليقات نوعا ما فيها انتقاد لكن من دون شتم اتمنى يعجوكم الفيديو تكون بصحة وخير وسلامة